طلال الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الجزء الثاني من شرح درس قوانين الأسف الصحيحة شرحنا في الدرس الأول خمس قوانين اللي هم قانون ضرب القوة، قسمة القوة، قوة القوة، حاصر الضرب وناتج القسمة اليوم رح نشرح القانونين الأخيرين ونكتب بناء عنهم استنتاجات القانون رقم ستة، القانون السادس اللي هو الأس الصفري هذا القانون شو بيحكي يا أمي؟ بيحكي أي عدد أو أي أساس مرفوع للأس صفر يساوي واحد طبعاً حط بين قوسين ما عدا الصفر يعني ما بصير أحكي صفر الصفر يساوي واحد ما عدا الصفر تمام ماما؟ طيب في شغلة مهمة جداً إذا بدي أكتبها باستعمال الرموز بحكي أس زيرو تساوي واحد أس صفر يساوي واحد يعني ماما لو حكيت لك ثلاث أس صفر تحكي ليساوي واحد لو حكيت لك سالب عشرة أس صفر تحكي ليساوي واحد خمسة بالعشرة أس صفر تحكي ليساوي واحد اتنين على ثلاث أس صفر تحكي ليساوي واحد إذا شو ما كان الأساس المهم أنه ما يكون صفر تمام؟ أي أساس فمرفوع للأس صفر فهو يساوي واحد القانون السابع القانون السابع هو قانون الأس السالب الأس السالب إذا كان عندي الأس السالب هل يعقل أني أحكي مثلا بدي أكرر الخمسة سالب مرتين ما بزبط حتى نحول الأس السالب إلى موجب أو العكس أني أحول الموجب إذا سالب الأس السالب إلى موجب يعني حتى أغير إشارة الأس نقل بالأساس كيف يعني بدي أقلب الأساس؟ بصير البسط مقام والمقام بسط يعني مثلا عندي ماما A السالب N أو السالب M A السالب N الأي شو مقامها؟ بدي أخذ بأي الاعتبار أنه أي حدد صحيح بالدنيا شو مقامه؟ مقامه واحد فهذا الأساس شو رح أعمل فيه؟ رح أقلبه رح تصير A على N واحد على A كلها مرفوعة للأس N واحد على A مرفوعة للأس N وتساوي واحد على A أس N ليش؟ لأنه الواحد لو رفعتها لأي أس بالدنيا رح تحطيني العدد نفسه وهذا من الاستنتاجات اللي بدنا نكتبها هون بدنا نكتب نتيجة العدد واحد لأي أس يساوي واحد يعني إذا حكيت واحد أس N هون لما أوزع الأس واحد أس N رح تعطيني واحد A أس N بنزلها زي ما هي أس A أس N ناخد عليها مثال مثلاً اثنين أس سالب ثلاث الاثنين هذه يا أمي مقامها واحد فبتصير واحد على اثنين أس ثلاث اتفقنا إني رح أوزع واحد على اثنين أس ثلاث وتساوي واحد على تمانية مثال آخر مثلاً اثنين على خمسة أس سالب اثنين هلا بقل بالأساس بكل سهولي هون فجدعي إني أجيب واحد فبحكي خمسة على اثنين أس ثلاث بوزع خمسة أس ثلاث على اثنين أس ثلاث خمسة أس ثلاث على اثنين أس ثلاث تساوي خمسة وعشرين على أربعة تمام ماما نتيجة العدد واحد مرفوع لأي أس لأي أس يساوي واحد نتيجة أخرى اللي هي يا أمي نتيجة أخرى أي عدد مرفوعا أو أي أساس مرفوعا للأس واحد يساوي العدد نفسه أو الأساس نفسه تمام يا أمي طيب بدنا ناخد أسئلة كمان نتخدم فيها قوانين الأسس مثلا لو حكالي اللهم صلعي سيدنا محمد خمسة أس سالب اثنين وطلب مني أوجد قيمتها ما بصير أحكي تخمسة كرة سالب مرتين هذا الحكي خطأ اتفقنا على إنهم في مقام اللي هو واحد فبتصير واحد على خمسة كلها أس اتنين وتساوي واحد على خمسة وعشرين وزع الدغري أوجدت الناتج تمام واحد أس اتنين واحد خمسة أس اتنين خمسة وعشرين لو أعطيتك يا عيوني الله ما صلي على سيدنا محمد عكينا اه اتنين قص ثلاث على اتنين قص ثمانية لاحظ ماما بح أربط القوانين الأولى بهاي القوانين دي أخذناها الآن في حالة القسمة إذا كانت الأساسات متساوية بطرح الأسس تلاتة ناقص ثمانية سالب خمسة طب تمام الاثنين شو مقامها مقامها واحد بتصير واحد حتنين كلها مرفوعة للأس خمسة وزع للأس واحد أس خمسة على اتنين أس خمسة وتساوي واحد على اتنين وثلاثين واحد على اتنين وثلاثين طيب كمان مثال عندي في كتاب الطالب بمعطيك هذا المثال اللي هو ستة ضرب عشرة على اللهم صلي على سيدنا محمد ستة ضرب عشرة بس بدي أكتب لك الأسس بلون ثاني هادي أس خمسة هادي يا أمي أس ثلاثة هادي عيوني أس اتنين وهادي اللهم صلي على سيدنا محمد الستة رح اتعامل يا سابع مع هدول لحال ورح اتعامل مع هدول لحال لأنه الأساسات هون متساوية والأساسات هون متساوية بكل زهورة شو بحكي بحكي ستة أس في حالة القسمة إذا كانت الأساسات متساوية بطرح الأسس ضرب عشرة أس في حالة القسمة إذا كانت الأساس متساوي بطرح الأسس سالب 3 3 ناقص 6 سالب 3 بكل سهولة شو بحكي لحالي هاي تساوي 6 أس 3 ضرب 1 على 10 أس 3 ليه؟ لأنها هي مقامها 1 وتساوي 6 أس 3 على 10 أس 3 وتساوي 216 على ألف إذا طلب مني أوجد قيمتها لازم أكتب قيمتها لآخر نفس اللي هي 216 على ألف تمام يا أمي؟ ممكن أنه يطلب مني قريبا هلليكم معي هلأ كمان أمثلة هون خلينا نحكي أمثلة محلولة على قوانين الأساس؟ رقم واحد مثلا لو حكي لي 3 أس 4 ضرب 3 أس سالب 7 اتفقنا في القانون الأول القانون الأول اللي هو ضرب القوة اتفقنا إنه إذا كانت الأساسات متساوية بجمع الأسس سالب 7 زائد 4 سالب 3 تمام؟ طيب هذه يا أمي شو مقامها؟ مقامها واحد تساوي واحد على ثلاث أس ثلاث وزع للأس الأس يوزع البط على المقام بتصير واحد أس ثلاث على ثلاث أس ثلاث وإحنا اتفقنا إنه يا أمي الواحد رفعتها لأي أس بالدنيا بتضلها واحد واحد على 27 إذن جوابها واحد على 27 اتنين لو حكينا اتنين أس ثلاث ضرب الله مصلي على سيدنا محمد تلات الكل مرفوع للأس اتنين أخذنا احنا اتنين بس معلش خلينا نرجع ناخد اتنين كمال مرة مش مشكلة خلينا نوزع الأس مو وزع للأس هون ووزع للأس هون تمام؟ بيصير عندي اتنين أس ثلاث مرفوع على الأس الثنين اللي هي قوة القوة ضرب ثلاثة أس ثلاث اتنين قص ثلاث مرفوع على القصة اتنين احنا بنتذكر ان هون بنضربهم إذا كان الأساس مرفوع لقصين أضرب هما اتنين قص ستة ضرب تلاتة قصة اتنين اتنين قص ستة تساوي اربعة وستين تلاتة قصة اتنين يساوي تسعة اتنين في اتنين في اتنين في اتنين في اتنين يعني تمانية في تمانية يعني اربعة وستين تسعة ضرب أربعة ستة وثلاثين تسعة في ستة أربعة وخمسين سبعة وخمسين إذن الجواب خمسمية وستة وسبعين رقم تلات ممكن أجيب لك إياها بكل زهولة سالب تسعة مرفوع للأس صفر بكل زهولة بدون نتفكر شو لازم تحط لي واحد رقم أربعة في عنا بكتاب الطالب كاتب لي اتنين قس ثلاث ضرب أربعة قس ثلاث إذا بدي أستخدم قوانين القسوس بطريقة صحيحة شو بعمل هون؟ بحكي هاي عبارة عن اتنين قس ثلاث وهاي عبارة عن اتنين قس ثلاث الكل قس ثلاث قوة القوة الآن هدول القس ثلاث شو بعمل فيهم؟ بضربهم بتطير اتنين قس ثلاث ضرب اتنين قس ثلاث وتساوي اتنين قس تسعة وتساوي خمسمية واثناش ضربتها ذهني في طلاب شو هيعملوا هون؟ لاحظوا بكل سهولة رح يجي هون يحكو لي هون او اتنين قس ثلاث في اربعة قس ثلاث اتنين قس ثلاث ثمانية اربعة قس ثلاث اربعة وستين رح يضربوها ضرب مباشر حيتطلع عندهم خمسمية واثناش بس بدك تنتبه لشغله انت هون ما استخدمت قوانين الاسس انت اوجدت مقدار قس قوة ووجدت مقدار قوة وضربتهم اما بدي قوانين الاسس بدك تستخدم بهاي الطريقة او بحكي اتنين ضرب اربعة بحطها بين قوسين برفحها للأس ثلاث اتنين في اربعة تمانية للأس ثلاث بتعطيني خمسمية واثناش وهاي الطريقة هي الطريقة الاسلم والاصح خمسة عندي خمسة قس ثلاث بدي اضربها الله مسلع سيدنا محمد في سالب اتنين قس ثلاث هاي بكل سهولة فيش عندي مجال اللي اني شو اعمل اوجد قيمة كل قوة هاي عبارة عن خمسة وعشرين سالب اتنين قس ثلاث اربعة ويساوي مية وبدنا نركز على شغلة مهمة اذا كان الاساس سالب والقس زوجي بطلع الجواب موجب اذا كان الاساس سالبا والقس زوجي زوجي بطلع الجواب موجب اما اذا كان الاساس سالبا والاس فردي يعني لو كانت هون ثلاث هيطلع عندي سالب تمانية هيكون الجواب سالب هذه مهمة جدا تمام ماما ناخد كمان المثال اللي بعدها وركزولي على المثال اللي بعدها كويس عندي عيوني ثلث عندي عيوني ثلث اص اربعة ضرب ثلاثة اص جزوجه هون هذه هتصير واحد اص اربع اللي هي واحد على ثلاث اص اربع ضرب ثلاث اص ستة وتساوي ثلاث اص ستة على ثلاث اص اربع ليش ضربت هاي بهاي ضربت هاي بهاي وتساوي 3 قصة 2 ويساوي 9 طبعاً أنا عندي طلاب شو هيعملوا هون أو رح يروح يضربوا لي ثلث في ثلث في ثلث في ثلث في ثلاث في ثلاث في ثلاث في ثلاث في ثلاث في ثلاث اللي فاهم قصة الصح بحلها هيك اللي يدوب يعني ها بصير يشطب هاي محاي وهاي محاي وهاي محاي وهاي محاي شو رح يضل عنده الجواب 9 بس اللي فاهم ومتقن رح يحل بهاي الطريقة تمام ماما رقم 7 رح أدعمكم بمثال آخر على هاي مثلاً ثلاث أس خمسة ضرب الله ما صلي على سيدنا محمد ثلث أس ستة وزع للستة مس هاي الستة تتوزع للبسط ولمقام بتصير ثلاث أس خمسة ضرب واحد أس ستة على ثلاث أس ستة هاي شو مقامها واحد ثلاث أس خمسة على ثلاث أس ستة وتساوي ثلاث أس سالب واحد ويساوي واحد اعتلات ليه يمس حطتيها واحد اعتلات لأنه هاي شو مقامها مقامها واحد بقلي بالأساس بغيير الواحد سوا حطيتها أو ما حطيتها مارح تفرمي لاتيقو ظع ؟ أول أساس